أدانت مصر الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جينين بالضفة الغربية المحتلة وأكدت مصر في بيان لها عن وزارة الخارجية رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين وحضرت مصر من المخاطر الجسيمة لتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض للمساعي المبدولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة